وقس على ذلك انا لا اريد ان اعد وانا ما يبقى عندي اثنين ونصر يوم فدان جداد دعنا نوصل لهذا الرقم تدريجيا يا دي مش فلسفة الاكتفاء الزاتي ازاي اقدر اعمل اكتفاء الزاتي من المواد الغذائية وقس على ذلك كثيرا كل ما اريده من الشعب المصري العظيم ان احنا لا نستمع للاصوات النشاز الاصوات التي لا تريد لهذا البلد ان يقف على قدمي المسألة مش مسألة اكله وشربه وغيره وغيره يجب توفيره ودي حق فيه ولا بد من توفيره ودي مسألة اساسية في حياة الانسان المصري وفي حياة اي انسان لكن القضية عند الاخرين كيف تفتت الدولة المصرية كيف تقضي الكيان الوطني المصري ده الاساس اللي عندهم ده اللي عايزينه بصراحة وبوضوح ومسألة طلع صندوق النقد الايام اللي فاتت قال ان مصر خسرت يعني كل اللي خسرت عارف المئة من مجمل الناتج القومي بتاعها والناتج المحلي بتاعها فحسبوه قالوا يبقى اربعين مليار دولار في الفترة من الفترة التي تلت احداث ثورت 25 النايام والفوضى والبتاع قال لك الحق السيسي بيقول ربعمية وخمسين مليار دولار وصندوق النقد الدولي الجهة المعنية تقول ايه اللي ايه اللي بيقول بس 40 مليار دولار لا يا حبيب ما هو انت لو بتقرد تصريح كويس وتدرك الامور كويس هتعرف ان صندوق النقد تحدث فقط على الخاسر من الاقتصاد القومي في هذه الفترة بدل ما معدل نمو مسأل حي بقى 6% بقى 4% فده عمل كزا وعمل كزا وعمل كزا والمجمل الاقتصادي في ده خسرنا 40 مليار انما الحرائق اللي تواجدت في البلد الدمار اللي تواجدت في البنية التحتية البطالة اللي تواجدت العشرة بليون سائح اللي كانوا بييجوا الخراب اللي حل على مصر رأس المال اللي هرب الاستثمارات اللي هربت كل ده ما يجيبش ربعمائة وخمسين مليار دولار يجيب ويجيب اكتر احنا خسرنا كتير جدا في هذه الفترة وعشان كده لما تيجي تقولي النهار ده الادة صندوق النقد بيقول كل المبلغ 40 مليار والرئيس السيسي بيقول ربعمائة وخمسين مليار بلو اكتر من ذلك احنا خسرنا في البلد دي منذ 25 يناير حتى اليوم نبالغ ضخمة للغاية سببها المؤامرة الفوضى السعي لتنمي